موسيقى رعنا لكم للحل أصرنا المشكلة وعرفنا عليه ألام العظام محتاجين نعالج ألام العظام دي ونعالجها بالشكل مختلف عايز بس أقول حاجة قبل ما أبتدي في الفقرة الثالثة في البرنامج بتاعنا دائما كنت بقول إيه إحنا ما بنقدمش الحاجة إلا لما نقتنع بيها وعايز قبل بس ما أتكلم عن المستحضر النهاردة لما أتعرض علي أنا أتحمستله تحمستله ليه لننازل بفكرة جديدة أنا ما شفتش حاجة زيها خالص خليني طب نشوف الفكرة الجديدة إيه وإيه مكوناته وإزاي بيضيف حاجة في سوق الدواء المصري خليني أراحب بضيف فضوحكم الدكتور أحمد البكباشي مدير عام شركة بكساب للأدوية دكتور أحمد صباح فول عليك صباح خير دكتور أهلا خلي بالك أنا عمستو الشخ سعيد بيجيدي معك أنا أسعد الله إن أنا بتكلم مع حد يعني أكتر من 27 سنة في مجال الدواء ويمكن ده اللي بتميز في بردامك بتاعنا تمام وعايز أقول في الفاصل لما تحوارت معاك أعرفت إن كل الناس اللي بتتكلم عن البكساججيل ناس متخصصة في مجال الدواء دي حقيقة حتى الكون سنتر دي حقيقة صح كده؟ كلنا صغير هو ده اللي بيميز صحتك صروتك وبالتالي بيميز بكساججيل الحمد لله إحنا النهضة دكتور أحمد في الفقرة التانية مع الدكتور هاني فرج أصرنا مشكلة ألام العظام تمام وفي ألام العظام كلنا بنفضل أو ليه خلينا نقول ليه نروح إحنا على الحاجات الموضعية منروحش على الحاجات اللي بتتاخذ عن طريق البق أو عن طريق الدم أو عن طريق فتحة الشرك الحاجات الموضعية ليه إحنا نروح لها تمام النقطة حاجة كلمت فيها دي نقطة مهمة جدا تمام هي بننقسم لشقين فيه ناس بطبعها متحفزة وبتخاف على صحتها من الأول تمام بتقول لك أنا ما حبش أخد أدوية صح ما حبش أفضل أخد أدوية أعمال على بطال طول ما أنا عندي حاجة تقدر تسكنني الألم تمام وفيه ناس ظروفها غصبا عنها المرضية نتيجة أنها ما كانش متحفزة أو نتيجة أنها جالها أي مرض نتيجة أي كون كومت أي مرض جاله حاجة في الكدني حاجة في الكلا حاجة في الكبد حاجة في المعدة طبعا فمش قادر يأخد مسكنات أنت عارفت زي ما حالك عارف أن كل المسكنات ممنوعة للناس عندها مشاكل في المعدة تمام مشاكل في الكلا فبيلجأ غصبا عنه مجبر عن طريق دكتوره طبيبه هو اللي بيوصف له أن يبتدي يستعمل حاجات توبيكل ده أنا عايز أبيت له حاجة حاجة كمان حاجة حارجية حتى الناس اللي بتأخد حاجة عن طريق البق بيدروا حاجة للمعدة حتى لو بسيش حاجة للمعدة طبعا طبعا أنا دايما حقيقة بقول الوقاية خيرو من العلاج طبعا أنه إحنا دايما طبيعي طول عمرنا خدناها من وإحنا صغرين في المدرسة إيه اللي يدخلك حاجة زي كده طب ابتدي بالتوبيكل الحاجات الموضعية موضعية الحاجات الموضعية مسكنات الألام الموضعية جابت نتيجة وريحتك الحمد لله إحنا كده عمنا اللي إحنا عايزينه ووصلنا له ما جابتش نتيجة هنبتدي نلجأ للحاجات اللي بتتاخد عن طريق السيستاميج أو الحاجات طريق الفم بدأت يتعامل مع الدكتور بتاعه سعيد ولازم يأخذ معه حاجة للمعدة ولازم يأخذ حاجة للمعدة تمام فعشان كده إحنا بنقول ابتدي دايما بالحاجة الموضعية طيب الحاجة الموضعية يا سلام كمان لو حاجة طبيعية هو ده بكسجل بكسجل بالزبط حاجة طبيعية وموضعية بالزبط تمام ليه طبيعي اتضح فكل الريسيرش الأخيرة بكل الأبحاث الأخيرة أظهرت أن حتى الحاجات الموضعية الكيميائية بيحصل لها امتصاص عن طريق الجلد والدم وبتوصل برضو للمعدة وتعمل مشكلة للمعدة لأن إحنا عندنا ثقافة استعمال الحاجة بكمية كبيرة مش بالليميتيشن والتزام بالجرعة مش كل الناس بتلتزم بيه قوي فبالتالي تلاقي الكمية اللي بتمتص عن طريق الدم وتوصل للمعدة بتأثر على المعدة برضو لو المريض ده عنده مشكلة في المعدة أشكرك على زي المعلومة يعني حقيقة عايز تقول أن حتى الحاجات الموضعية الكيميائية بتمتص عن طريق الدم وتوصل للمعدة هو الحقيقة هو مش أنا كبيرنا اللي بقول تمام أي حد يدخل دلوقتي على الشبكة العنكبوتية على الإنترنت هو يكتب أي حاجة مادة كيميائية أي مادة كيميائية وإيه الأخطار الجانبية لها لو هي حاجة بتاع طعام هتلاقي رقم واحد المعدة أنا بتكلم على الموضوع ما بتكلمش على السيستاميك ما بتكلمش على الحاجات اللي بتتخذ عن طريق الفم أنا بتكلم على الحاجات الموضعية أي حاجة هيأثر على المعدة هيأثر على الكيلة لو عنده مشكلة في الكيلة كل كل الأعراض الجانبية بتاعت أي دول بس الفرق هتحصل على الاستعمال الطويل على المدة الطويلة والبريد طبعاً لما بيلاقي دواء مرياحه وبيستعمله هيبدل يستعمله فترات طويلة هو مش متخيل أنه بيحصل حاجة لغاية ما هتظهر المشكلة قدام شوية طيب حقيقة جبت سيلة البكساج جيل والبكساج جيل بمعنوات الموجود معنا على الشاشة وعايز أقولك بس شكل العلبة بتاعه هو كل حاجة في هذا المستهضر يعني العشاب الطبيعية اللي فيه وفايدة كل عجب فيه طيب خلينا أقولك كلامك على البكساج الأول فكرته إيه تمام فكرته إن إحنا عاملين منه فورمتين شكلين شكلين تمام شكل يستعمل صباحي وشكل يستعمل مسائي وأعتقدني دي برضو ميزة من منزلات البكساج جيل اللي مش موجودة في أي مستحضر تلي بالزبط بالزبط كده إحنا بنحاول إن إحنا أعطينا نبقى مرحين للعيان تمام إنت عارف أنت إنت في بيتك بشكل طبيعي عندك في التلاجة عصير تشنع وعسلش لبحاجة سقعة وعندك شاي لبحاجة سخنة تمام واخد بالحضرتك فأنا ببص إيه لي ريح العيان ليه أديله حاجة تبقى الصبح هو بيستعملها مضايقة مسخناله جسمه أو بالللم برده طب ليه ما أعملوش أنا أحطله الحاجة اللي يستعملها في المكان اللي يناسبه تمام ده اللي خلانا جات لنا فكرة إن إحنا نعمل البكسجل بشكلين شكل صباحي بشكل مسائي تمام بينهم حاجات مشتركة بينهم حاجات مشتركة تمام في تركيبته بينهم حاجات مشتركة بينهم حاجات مختلفة لازم يبينهم حاجات مختلفة اللي يخلينا استعمل ده بالليب واستعمل ده بالنهار تمام تمام بس هما الاتنين لازم يستخدموا هما الاتنين هجيبوا نتيجة هايلة لو الأتنين استخدموا لو الأتنين استخدموا يجوا من نتيجة هنا بالشكل اللي احنا هنقول عليه أنا مش قادر لازم أعرف إيه هو الفارئ بين الاتنين تخيل؟ تمام تمام طيب خليني قبلkeys بأم أقولك الفارئ بين الاتنين أقولك إيه المشترك بين الاتنين أنا هبتدي بالعكس هعنال تعملي إيه السابهنسين ف inequalities بالعكس هبتدي إيه المشترك بين الاتنين المشترك باللين الاتنين مادتين اليوكاليبتس والأفوجادوويل كل دي حاجات طبيعية دي حاجات طبيعية مشتركة بين البكساج الأزرق والبكساج الأحمر هو الأزرق ده الصبح والأحمر بالليل أزرق الصباحي والأحمر المساء تمام تمام طيب الإيوكاليبتس ده دوره هو الدور الأساسي لمبني عليه البكساج هو بيقل للالتهاب اللي بيحصل في العط وبالتالي بيسكن الألم فده البطل حيلا اللي مشترك بين الاتنين مشترك بين الاتنين هو والأفوجادو أويل أنا سكنت الألم خلاص سكنت الألم وحطت الأفوجود أول دوت أنتي أكسيدنت مضاد للأكسادة وبيساعد على بناء الكولاجين اللي كان بيكلم عليه سيادة المستشارة الطب الدكتور هاني لو بيمنع تكاك العظم وبعض فبيقلي نسبة لأنه بس إن الكولاجين ده بيقل هو بيستهلاك المفاصل الكولاجين ده بيقل فالأفوجود أول ليه دور في إعادة بناء الكولاجين ده تاين فأنا بسكن الألم أودي الالتهاب أسكن الألم أساعد على بناء الكولاجين اللي موجود بين المفاصل اللي هيمنع حصول حدوث الالتهاب مرة تانية فدي حاجة مشتركة في الاتنين فده البطل أو دول البطلين أو البطل والبطلة اللي موجودين في البكساج الأزرق والأحمر سبتين إيه اللي اختلاف؟ طالما بنقول نهاري وليل إيه نبتدي بالنهاري إيه اليوم نبتدي الصبح لاش نترحمن بس أعرف يا جماعة أنتم منزلين رقم تليفون اللي محتاج البكساج جال على الشاشة صحي كده؟ تمام هيردوا ساد لبرده زي ما اتفقنا يعني اللي عايز يسأل هيسأل أنا خلاص إحنا قلنا اللي هو المستحضر كل حاجة فيه غير أي حاجة تانية تمام الناس المتخصصة اللي بترد بالزبط كده فاهمينهما بيقولوا إيه طيب البكساج الأزرق بمين يومنا بيبتدي الصبح فاحنا يبتدي بالأزرق تمام زي ما قلنا فيه اليو كلب تسول الفجده قوي ده خلاص موضوع متاهي ساكل الألم والكوليش تمام فيه منتول تبريد للمنطقة اللي فيها التهاب وفيها الألم خليني أشرح عليك بشكل أبسط من كده جدا تمام لو حطيت إيدك على تلك مش إيدك بتتخضر أيوة تحس إن هي حصل فيها تخدير طبعا هو دول منتول بيعمل نومنس بيعمل تخدير ينمي للإيد فمكان البين مكان الألم ما بتحسش به ده بيدي فرصة للأكاليبتس والأفجاده قيل إنهم ما يشتغلو فيه سؤال شوف الفكرة ماشي فيه سؤال طب لو حد المهدد تخبط على طول أديله الأزرق طبعا لأن المكاء مش إحنا المهدد بتخبط أديله ما يسعى أنا أديله كده البكساج جيل الأزرق بالزبط كده بالزبط كده هيسقق على الإيد هيعمل إحساس التنميل دوت فيخلي الألم مخدر مخدر إنت مش حسس بالألم هاي هتدي فرصة لبقية البرودوكت لبقية التكيب المكونات المكونات إنها تشتغل اللي التهاب يروح نتيجة الخبط أو الصدمة أو نتيجة الاحتكاك أو نتيجة واجع العض الالتهاب يروح التاني يروح يبتدي يحصل الالم يروح يبتدي يحصل تجديد في الأنسجة تانية بتاعة الكولاجن اللي موجود في المفصلات فأنت عملت تركيبة زي الخريطة خريطة الطريقة تمام يبتدي بالنومنس يبتدي بالتنميل بالأزرق تمام يسقع يخضر يبقى بكساج جيل بيسقع وبيخضر بكساج جيل بيسقع وبيخضر ويعالج الالتهاب ويودي الألم ويساعد على بناء الكولاجن اللي موجود بين المفصلات في حاجة تاني في البكساج الأزرق ده الأزرق تمام نروح بقى على الأحمر نروح بقى على الأحمر البكساج الأحمر أعيد تاني حتى تانية مهمة جدا اليوكاليبتس والأفاجد أويل سابتين خلاص تمام حطينا إيه زيادة كابسيسين وليفندر إيه بقى الكابسيسين ده الكابسيسين شطة شطة تمام مستخرج من الشطة تمام دوره إيه ببساطة برضو عشان أسهلها على السادة المشاهدين لو أنت مسكت شطة حطيتها في إيدك بيحصل التهاب صح إيدك بتحرقك صح لو حطيت عليها شطة تاني هتحرقك المرة التالتة خلاص مش هتحرقك صح القلب ببتده يروح ببتده جسمك يتعود عليها حقيقة ده اللي هيحصل بيحصل حاجة اسمها ديسنستيزيزيشن أول ما يحطه يحس بألم نتيجة حرقان وبعد كده يبتدي يسخم مكانه يبتدي يزود الدورة دمائي شكرا عملنا موسكينج للألم إيه اللي حصل بعد كده اليوكاليبت ستشتغل ودى الالتهاب ودى الألم اشتغل أفوجادو أويل عمل تجديد للكولوجن اللي موجود وعمل دوره كمضاد الأكساد ممكن نريف حاجة حضر فضل حريقة واحدة مش أي حد فيما بيتخبط بيقولك في أول خطة بتخط عليه حاجة ساعة اللي هو البكساج جلازل صح؟ بالظبط وبالليل أو بعديها يقولك حط كاملدات سخن بالظبط لأول بكساج لحم بالظبط بالظبط 100% أنا اللي كنت جايلك فيه هو دوره الكابسيسين لما بيسخن وبيحسن الدورة الدموية ويجي الليفندر بيساعد على السخونة وبيساعد على تقليل الالتهاب اللي حاصل في الجونز أو في المفاصل أو مكان الكادمة اللي حاصل هيل هيل فأنا ليه بقى بنقول بالليل ده مهم جدا الأحمر الغالبية العظمى مننا في الشتاء بالذات ليه بالليل يقولك وكبر السن أطرافي سقعة في الشتاء أو في التكيف في الصيف حتى كمان طبعا في التكيف طبعا ده أساسي ده من مساوء الحياة تمام تمام أطرافي سقعة مش عارفة نام نتيجة إيه نتيجة أن الدورة الدمائية عنده ضعيفة لما أنا بحط البكساج الأحمر بنشط الدورة الدمائية بنشط الدورة الدمائية ابتداء من الرجلي فيبتدي يحس أنه دفي تمام ببتدي يبين يروح الألم يروح تمام ببتدي يحس أن الوضع مختلف تمام الأزرق الصبح بيسقع أي حد في النهاية الصرحة محتاج يبقى فرش تمام أنت بتصحى الصبح حيات تخسر شجمه ما يسقع حتى لو في الشطة بتبقى عايز تحس أن أنت فرش تمام فلما بيكون عندك مكان واجعك في عظمك مش هتحط عليه حاجة تسخنه وإنت نازل رايح شغل وعايز تتحرك هتلاقي نفسك زهقان احنا عشكرا بقول لحاجة في البداية لما نحاول نريح المريض أوصله حاجة يقدر استعملها في كل وقت حسب هو محتاج إيه دكتور مسجل في زرات الصحة طبعا 100% 100% تعرف المكسجل فيه جل حاجة تتخبط حط كمادات ماء سعى بالليل بحط كمادات ماء سخنة هو ده خليني أقولك الحاجة تانية كمان فضل هو مين فينا عظمه بيبقعهش كبير أو شغية نتيجة شغية نت ممكن حتى الطفل في الخضانة أو في المدرسة ممكن يتخبط دي صدمات وخبطات وحوادث وكده في الحياة الطبيعية اللي قاعد على مكتب بيشتغل على الكمبيوتر طول اليوم بقبته اللي شغله فيه حركة كتير هتلاقي رجله وركبه واجعاه هتلاقي اللي شغلته قاعد على مكتب كتير قاعد على طول هتلاقي اللي هو بقبندهره من تحت مدايقه وتعبه فكلنا محتاجين البكسججل دكتور أنا مع الأسف معايا ديئتين وعايز في الدئتين أقول الجرع بتاعته إزاي وبستخدم إزاي طب البكسجج بيستخدم بطريقة مختلفة خالصا كل حاجة شكل العلبة كمان مختلف بمب البمب دي البمب دي مجرد ما مجسن المجرد أن احنا بيمدوس علىها بنزل الجرع اللي احنا محتاجينها غير التيوب التيوب ده تبقى بيوفر كده على فكرة ده غير إنه بيوفر ده وده في مصلحة المريض طبعا مشغلها ده في توفير ماديا في مصلحة المريض للمريض لما يباخد كمية كبيرة ويدهنها ما جحصلاش الامتصاص بالشكل المناسب هي دي الجرع اللي هو دي الكمية هي الجرع اللي هو محتاجها هيخدها ومجرد على المكان اللي فيه الألم مجرد أنه يدهنها خلاص يحصلها أبزور وشان ما محطش مرتين يدس مرتين على نفس المكان أنا بقوله أنا مش عايزة تخلص بسرعة أنا عايزة يستفيد بيها يحصل امتصاص بشكل يناسبه تمام تمام اللازر الصبح واللحمر من دي تمام هي دو جرعاته احنا بنتكلم على هل لي أثار جنبية؟ أي حاجة في الدنيا لأثار جنبية أنت ممكن تكر فراه لو جيلك حساسية ضحية ولكن نسبة وتناسب نسبة وتناسب أثار الجنبية لو حد عنده حساسية من أي حاجة فيه تمام استعمله مرتين تلاتة وابتدى يزهر له ابتدى يهره شو مش عارف خلاص ده غضاء ربنا خلاص شكرا هنشوف حاجة تاني احنا مدرش نخلي العياني استعمل حاجة دايق تمام لو بتاكل فراه و لو بيجيب لك حساسية هبطلها تمام هتكبر نفسك تاكلها لا تضعب تمام فلكن نسبة وتناسب زي ما أنت قلت هاي هاي بكسجل موجود متوفر صح؟ على طريق الرقم الموجود على الشاشة الناس هتتصل حد متخصص ده تريفون الشركة يرد عليه السيدلة الموجودين في الشركة تمام أنا عايز فعلا البكسجل فعلا زي ما بيجدنا في الأوبنينج بتاعنا أو الفتاحة بتاعنا هو إضافة في سوق الدول المصري وأعتقد أن الكلام ده أعتقد أن الكلام ده حقيقة وهم ما كنش يقولون والله هقول مسجل والله العظيم يقول مسجل في الوزارة أنا كنت راحت هقول الناس خافت من قدر وبالإضافة أنه هو مزكر في وزارة الصحة لرقم تسجيل لأنه إحنا بيبع أنه إحنا سيضلها بالتأكيد مش هنعمل حاجة لعملها صح من المية لأنه إحنا لنبغى الربح إحنا نبغى إحنا نضيف حاجة للمريد المصري دكتور أحمد البكباشي مدير عام شركة بيكساب للأدوية أشكرك ده منوضحنا الشركة دي يبقى فيها مصطحات كتير صحيح كلا إن شاء الله ومع بعض على طول إن شاء الله خلصت فقرتنا التالتة النهاردة وأتمنى أن إحنا نكون أضفنا حاجة للمشاهد والسوق الدور المصري عن طريق البكساج جل خلصت حليتنا النهاردة أنا معادي معاكم الأسبوع الجاي بس إيه قبل ساعة من الوقت إحدى حلقات برنامجكم ساحتك سروتك أشكركم السلام عليكم شكرا للمشاهدة بتعاني من الألام المفاصل بتعاني من خشونة الرجبة عندك مشاكل في العظم بكساج جل أول منتج متخصص لجميع ألام العظام والعضلات والعمود الفقري النهارية وأيضا الليلية بكساج جل مش جل واحد لا ده اثنين واحد نهاري باللون الزرع علشان لو بتعاني من الألام وواجع وإنت رايح شغلك الصبح أو مش عارفة تعملي شغل البيت والتاني لي أحمر ده عشان تعرف تنم بشكل طبيعي وبهدوء بكساج جل حصل على تصريح وزارة الصحة بكساج جل النهاردة مستحضر مكاول من أعشاب طبيعية مستحضر في صورة جديدة صورة البمب مستحضر بانستخدمه صباحا بانستخدمه مسائط نصيحة مني البكساج جل هو رقم واحد في كل الألام المتسمية بكساج جل والأول مرة جل مزود ببمب علشان تتحكم في الجرعة المطلوبة بمنتهى الدقة بكساج جل متوفر بعبوتين كل عبوة 200 جرام تكفي لمدة شهر كامل للحصول على بكساج جل يرجى الاتصال على الأرقام التالية احصل على خصم 20% تكفي لمدة شهر كامل